موسيقى الثامنة صباحا بتوقيت القدس الشريف نشرة مفسات للأخبار وإلى العنوين موسيقى ترامب يصف التهم الجنائي المواجهة إليه بالسياسية ومحاميته تقول أنه سيمثل أمام المحكمة الثلاثاء المقبل موسيقى اعتداء إصالي ثاني على سوريا خلال 24 ساعة والبنتاجون يؤكد مواصلة استهداف القوات الإيرانية وحلفائها في سوريا موسيقى موسيقى ألاك الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى رغم تضييق قوات الاحتلال الإسرائيلي موسيقى موسيقى الزميل في شبكة الميادين مازن شريم ينسحب من بطولة العالم في ألعاب القوى في بولندا رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي موسيقى أهلا بكم صوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات مالية جرى تسديدها لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016 وفي أول تعليق له على القرار رأى ترامب أنما حدث اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ وقد يصبح الجمهوري البلغ 76 عاما أول رئيس سابق أو رئيس في المنصب يوجه إليه الاتهام بارتكاب جناية رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي قال إن المدعي العام في نيويورك ألفيني براغ أضر بالولايات المتحدة على نحو لا يمكن إصلاحه في محاولة منه للتدخل في نظام الانتخابات الرئاسية وفي تغريدة إن أشار مكارثي لأن المدعي العام استخدم السلطة القضائية سلاحا ضد رئيس ترامب وشدد على أن مجلس النواب سيحاسب المدعي العام لاستغلاله غير المسبوق للسلطة وأن الشعب الأمريكي لن يتسامح مع هذا الظلم وفق تعبيره وفي ردود الفعل تبرى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري تيدي كروز أن إصدار لائحة الاتهام ضد ترامب لحظة موت للقانون ومحاولة لإعادة انتخاب بايدن في المقابل قال زعيم الديمقراطيون في المجلس تشاك شومر إن في إمكان ترامب الإفادة من القانون لا من السياسة لتقرير مصيره وشدد على أن ترامب يخضع للقوانين التي يخضع لها كل أمريكي كذلك رأى عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي أدم شيف فان اتهام ترامب غير مسبوك لكن سلوكه وتحديه للقانون غير مسبوك أيضا الادعاء العام في منطقة منهة بنيوارك أكد أن تواصل أجرى مع محامية ترامب لترتيب تسليم نفسه من أجل التحقيق معه وقالت المحامية لوكالة فرانس بريس أن الرئيس الأمريكي السابق ينتظر أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء وتوقع تلاوة لائحة الاتهام في اليوم نفسه من دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل إلى سوريا حيث أكد مصدر عسكري سوري نستدفى موقع في ريف العاصمة السورية دمشق عبر عدوان جوي صاروخي إسرائيلي ووفق المصدر فقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها وأشار إلى أن هذا الاعتداء أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إصابة ستة جنود أمريكيين في الرأس خلال الهجومين الأخيرين على القواعد العسكرية الأمريكية شمال شرق سوريا وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر إنه جرى الكشف عن الإصابات من خلال جراء القياسي لفحص موظفي القاعدة بحثا عن تلف الدماغ رايدر أكد مواصلة العمليات العسكرية ضد القوات الإيرانية وحلفائها في سوريا ضمن نطاق عمل القوات الأمريكية لإجبار إيران على خفض مستوى تهديدها ضد الولايات المتحدة ومصالحها على حد قوله هذا وأكدت مصادر موثوق بها للميدين أن لا صحة أبدا للأخبار الكاذبة عن استشهاد مقاتلين من حزب الله في سوريا خلال عمليات عسكرية من جاتها أعلنت المقاومة الإسلامية استشهاد مجاهدين خلال تأديتهم واجبهم الجهدي وذلك بعد انقلاب سيارتهما في البادية السورية ما إن أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استشهاد اثنين من مجاهديها أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي حتى خرج المرصد السوري المعارض ليعلن أن أربعة من مقاتلي المقاومة قضوا في سوريا بينهم قياديان وزعم أن ثلاثة منهم قدوا نتيجة انفجار لغم أرضي بسيارتهم في البادية السورية فيما قضى القيادي العسكري في القصف الأمريكي على دير الزور الذي وقع في الرابع والعشرين من آذار مارس وذلك دائما بحسب المرصد السوري المعارض مصادر موثوقة أكدت للميادين أن لا صحة مطلقا للأخبار الكاذبة عن استشهاد مقاتلين من حزب الله في سوريا خلال عمليات عسكرية وأن ما نشره المرصد السوري المعارض عن استشهاد ضابط قيادي في حزب الله في القصف الأمريكي على دير الزور عار من الصحة كليا وأشارت إلى أن كل ما نشره المرصد السوري المعارض فبركات تضليلية رديئة تذكرنا بأكاذيب الحرب على سوريا الفاشلة أما ما حصل فهو حادث سير أدى إلى انقلاب سيارة في البادية السورية كان فيها مجاهدان ما أدى إلى استشهادهما وقد نعتهما المقاومة وأعلنت أنهما استشهداء أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي اللافت أن وسائل الإعلام العربية سارعت إلى تبني رواية المرصد المعارض من دون الرجوع إلى المصدر والجهة المعنية للاستفسار ولسيما أن المقاومة لم تعتد أن تخفي شهداءها نحن ليس لدينا سوابق من هذا النوع لم نخفي في يوم من الأيام شهداءنا ثم نشيعهم بالتقصيد ونقول لكم بكل صدق وجدية أن أي أخ من إخواننا عندما يسقط شهيدا في أي مكان من الأمكنة عائلته تأخذ علما ويشيع في اليوم الثاني هي السياسة نفسها التي انتهجها المرصد خلال الحرب في سوريا من خلال الترويج لأحداث أثبتت الوقائع في الكثير منها أنها كانت غير صحيحة وأن الهدف منها كان تشويها المشهد الميداني السوري لتتبنى قنوات ووسائل إعلامية تدور في الفلك التضليلي نفسه أدى الألف من الفلسطينيين صلاة فجر الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى وذلك رغم تضييق قوات الاحتلال الإسرائيلي شرطة الاحتلال قامت بتفتيش بعض الشبان عند بعض أبواب المسجد وحاولت عرقلة دخول المئات من باب حطة قبل أن تفتحه بشكل كامل أمام حركة المصليين الوافدين من مناطق عديدة من الضفة الغربية والداخل المحتل فيما نشر الاحتلال قواته مع ساعات الصباح في بلدة القديمة بالقدس ومحيطها خاصة مع الضفة الغربية قبل صلاة الجمعة الفلسطينيون في الداخل المحتل عام 48 أحيوا ذكرى يوم الأرض وسط ازدياد التحديات السياسية التي يواجهونها التفاصيل في تقرير التالي لهنام حميد إنها الذكرى السابعة والأربعون المسيرة هذه أصبحت تقليدا سنويا لا يتراجع عنه الفلسطينيون في يوم الأرض التحديات السياسية تشتد على من حفظوا الوطن بعد النكبة برغم تجريدهم من سلاح البقاء الاستراتيجي ولم يتبقى بحوزتهم اليوم سوى نحو 2% من أراضي فلسطين بدنا في خطر مباشر خاصة أن المجتمع الإسرائيلي يحاول أن يحل المشاكله أيضا يلقيها على ضعر الفلسطينيين في تدفيعنا الثمن في إقامة الحلس القومي في قانون اقتحام البيوت عندما نتحدث عن تهويد الجليل آنذاك اليوم في برنامج الحكومي محطوط ومنصوص عليها بشكل واضح أنه تهويد الجليل والنقب ترانسفير وتبادل سكاني لأهلنا في المثلث شهداء ستة ارتقوا عام ستة وسبعين حين تحولت شوارع البلدات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام ثمانية وأربعين إلى انتفاضة شعبية دفاعا عن الأراضي في الجليل جليلة تقول إنها عرفت والدها صورة على حائط حيث لم تتجاوز العام من عمرها عندما استشهد لكن الوطن بحاجة إلى التضحية كما تقول متفقة مع والدتها فاتوا على الشوارع على البيوت على البلاد يعني ملوها سخنين على الرابط يرحلنا كلها من ثلاث جيش وأجاب الدية ينزل عنها لا تنزلش وفي حاجة نختيار الأخرى قالوا لا تنزلش تنزلش قالوا لا الموت ولا المذلة كان يوم الأرض محطة فارقة في تاريخ الفلسطينيين في الداخل محطة رسخت هويتهم أمام الاحتلال والعالم كجزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني ولم يزل هنأ محميد الجليل الميادين وزارة الدفاع الصينية تعلن استداد قوتها للتعاون مع الجيش الروسي لتعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجي بينهما والبنتاجون يؤكد أن ذلك سيخلق لواشنطن مشكلة خلال السنوات المقبلة حسين السيد العالم يتغير كما لم يحدث منذ مئة عام الصين وروسيا تقودان عجلات التغيرات المقبلة في سياق تعاون ثنائي بدأ يصدع جدران نظام القطب الواحد لم يكن كلام الرئيس الصيني شي جنبينغ في هذا السياق خلال وداعه نظيره الروسي فلاديمير بوتين مجرد كلام عابر بدأ ذلك تأكيدا لافتتاح مرحلة جديدة على صعيد التغيرات في ميزان القوى الدولية لم يشهدها العالم منذ عقود سريعا سارت طرفان بخطوات عملية فبعد توقيع البلدين اتفاقيات عديدة تتعلق بالشراكة والتعاون الاستراتيجيين قرار مهم اتخذ على الصعيد العسكري الجيشان الصيني والروسي يستعدان لتعزيز التواصل والتنصيق الاستراتيجيين بينهما واجراء مناورات ودوريات مشتركة بشكل دوري بحرا وجوا الجيش الصيني مستعد للتعاون مع الجيش الروسي من اجل التنفيذ الكامل للتفاهمات التي توصل اليها رئيس البلدين ولتعزيز التنصيق والتواصل الاستراتيجيين ولدفاع المشترك عن العدالة الدولية والانصاف وللحفاظ على الامن والاستقرار على الصعيدين الدولي والاقليمي صورة تعاون مضطرد توضع في قالب اوسع مع انضمام طهران تؤكد الدفاع الصيني ان تدريبات العسكرية الاخيرة بين الصين وروسيا وايران عززت قدرة القوات البحرية على التنفيذ المشترك لمهمات عسكرية متنوعة في البحار هذا بالضبط ما يقلق الولايات المتحدة يرى البنتاجون ان التقارب بين هذه القوى الثلاث في الوضع الاستراتيجي الراهن سيخلق مشكلة لواشنطن تستمر خلال السنوات المقبلة قدراتنا العسكرية تسمح لنا بالقتال في اماكن كثيرة في ظل ظروف مختلفة ولكن اذا كنتم تتحدثون عن صراع خطير مع اكبر الدول واذا كانت الصين وروسيا معا فسيكون ذلك صعبا للغاية تحدي صعب تواجهه الولايات المتحدة اذا مع اتساع دائرة التعاون الاستراتيجي بين قوى لا يستهان بها على الصعيد العالمي وربما يزداد صعوبة مع أعلان موسكو وطهران الارتقاء بعلاقاتهما الاستراتيجية الى مستوى المعاهدات اكد وزير الخارجية الروسي سرغي لابروف ان الغرب مشارك على نحو المباشر في السرع الاوكراني وشدد خلال مقابلة تلفزيونية على انه لم يعد بامكان موسكو التسامح مع خط الغرب الذي قرر مرة اخرى اختيار نظرية والممارسة النازيتين لاعلان حرب مختلطة ضد روسيا واشار الان هذه الحرب يشنع الجيش الاوكراني باوامر من النظام الحاكم في كيام اكدت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الروسية عدم وجود خطط لموجة ثانية من التعبئة العامة في البلاد واضفت ان عدد المتطوعين والاشخاص الذين تم استدعاهم بالفعل للخدمة العسكرية كاف لتنفيذ مهام العملية الخاصة هذا ووقع رئيس الروسي امس الخميس مرسوما حول التجنيد الاجباري في الربيع يقضي باستدعاء 147 الف شخص الى القوات المسلحة في الفترة الممتدة بين الاول من نيسان ابريل والخامس عشر من تموز يوليو المقبلين فاصل قصير ابقوا معنا اهلا بكم من جديد اعلن الزميل في شبكة الميدين مازن شريم انسحبه من سباق 200 متر ضمن بطولة العالم الماسترز في ألعاب القوى وذلك بعدما اوقعته قرعة هذا السباق في مجموعة المعلاب الاسرائيلي في البطولة التي تقام في بولندا وكتب شريم على صفحة في فيسبوك ان الموقف سلاح والمصفحة اعتراف واضف انه بعد التواصل مع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى اعلن انسحابه من البطولة هذا القرار هو اعلان عدم التطبيع مع هذا العدو العدو المختصب لأراضي عربية ومنها أراضي لبنانية ولتوجيه البوصلة الى القدس قبلة الاحرار عدم التطبيع هو اول البوصلة واخرها رأت وسائل الولامة اسرائيلية ان قرار وقف نقل النفط من كردستان العراق الى تركيا سيضر بتلابيب وقال ايهودي عاري في موقع القناة الثانية عشر العبرية انه لسنوات كانت اسرائيل تستورد النفط من اقليم كردستان عبر ميناء جهان التركي لكن بدءا من يوم السبت سيجري اغلاق خط الانبيب بعد قرار الحكومة العراقية منع الكرد من بيع النفط على نحو مستقل عن الدولة العراقية وضف ان ذلك سيؤدي على نحو واضح إلى قطل عمال التجارية مع اسرائيل وفقا يعاري في سياق المتصلة كشفت وسائل علامة اسرائيلية ناتا لابيب احتلت عام 2017 المرتبة الاولى في استيراد النفط الخام من اراضي اقليم كردستان عراق وسائل الاعلام نقلت عن شركة امريكية مختصة بتعقب شحنات النفط العالمية ان نحو نصف النفط الخام المستخرج من حقول النفط الكردية واصل الى اسرائيل في ذلك العام فيما انقر وزير الموارد المعدنية في الاقليم اشتهرامي عام 2015 لوكالة رويترز بانه لتجنب رصد النفط فقد جرى تهريبه عن طريق اسرائيل من خلال استخدام السفن خداعية وافقت تركيا على طلب انضمام فنلندا الى حلف شمال اطلسي كاخر دولة في النيتو توافق على هذا القرار وعلن النواب الاتراك بالاجماع موافقتهم على انضمام الدولة الاسكندنافية بعد اسبوعين على اعطاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مباركته عالنا لانضمام فنلندا ورحب الامين العام لحلف شمال اطلسي يسس فلتمبرغ بهذه الخطوة وقال ان ذلك سيجعل اسرة النيتو اقوى واكثر امانا عقد اجتماع ثلاثي استثنائي امس الخميس في منطقة الناقورة جنوب لبنان بحضور قائد قوة الامم المتحدة الموقعة ومناسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الامم المتحدة ووفق بيان صادرا عن قيادة الجيش اللبناني فقد تطرق الجانب اللبناني الى الخروق الاسرائيلية المتكررة لسيادة البلاد وادع الامم المتحدة الى ممارسة اقصى قدر من الضغط على الاحتلال لوقف تعدياته وشدد على ازالة الجدار الاسمنتين الذي اقامه الاحتلال الاسرائيلي داخل الاراضي اللبنانية هذا وحث قائد قوات اليونفيل الجانبين اللبناني والاسرائيلي على مواصلة تنسيق الانشطة بالقرب من الخط الازرق مع اليونفيل مسبقا وتجنب الاجراءات التي يمكن ان تصاعد الوضع وتزيد التوتر في لبنان تحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين وموظفي الادارة العامة امام مصر في لبنان في العاصمة بيروت للمطالبة بتصحيح رواتبهم تقليل عباس الصباغ هكذا بدى المشهد امام المصرف المركزي في لبنان عسكريون متقاعدون يريدون تصحيح رواتبهم بعد ان فقدت قيمتها جراء انهيار سعر صرف الليرة امام الدولار الامريكي وعسكريون اخرون رواتبهم لا تكفيهم لكنهم يؤدون مهامهم في حراسة مؤسسات ومقارة رسمية نحن عم نموت موت سريري نحن بحالة صراع البقاء واللي بمشينا هو شرعة حقوق الانسان نحن حقنا نعيش بكرامة يعني كان العالم بيخدو بتلتين سنة ليأمن شيخوخته راحة الشيخوخة وراحة طبابة وراحة المعاشات الكر والفر بين المتظاهرين والقوى الامنية استمر لفترة غير قصيرة لكن من دون صدامات عنيفة ما خال بعض الاصابات جراء التدافع اعادة النظر بالراتب وصير في عثمانة وعشرين وخمسمية مع المساعدات الاجتماعية والضمانات الصحية والاستشفائية اللي كشفت كل المتقاعدين والموجودين بالخدمة كشفتهم امام المستشفيات وامام عدم قدرتهم على توفير الدواء والغزاء نطلع من قوى الامن بعده تعويده بالبنك ما عبده اللي عبد تعويده حطه بالبنك راحة عليه اذا واحد عنده مرد ابنه او مرته او امه ما في حكمه قبل توجههم الى مصر في لبنان جرت محاولات من قبل المحتشدين للوصول الى السرايا الحكومية لإيصال مطالبهم نحن اهم شيء كمتقاعدين بقوى الامن الداخلي بالدرجة الاولى مسألة الطبيبة فانا جريح بقوى الامن الداخلي دواء ما عم بيخذ معاشي ما بيكفيني اصلا تيجيب دواء وما عدا انه شبال عندك مصاريف ومتطلبك لان المتقاعد الذي خدم الدولي ما يزيد عن الاربعين عاما لا تبه اصبح اليوم في الحضيد بمعنى لا يكفي اشراك الكهرباء هذه المشاهد التي باتت تكرر تعكس عمق الازمة في لبنان وعجز الحكومة عن اشتراح الحلول ما ينذر بالمزيد من التحركات الاحتجاجية عسكريون في الخدمة الفعلية مقابل عسكريين متقاعدين وما بينهما احراق اطارات ومطالب هؤلاء يطالبون بتصحيح رواتبهم وهؤلاء ايضا يطالبون بتصحيح الرواتب لكن من دون شعارات سوق الجزماتي الدمشقي يحتفي بحلول شهر رمضان وفق ثقوس عريقة لطالما ميزته الاف المتسوقين يزورون السوق قبل ساعات الافطار لشراء حاجات من الغذائية وخصوصا الحلويات الشامية تقرير يلقي الضوء هذا السوق واحد من اعرق الاسواق الرمضانية في دمشق سوق الجزماتية او ما يعرف بالمطبخ الدمشقي يزدحم بمئات المحل والمطابخ الشرقية التي تقدم اطيب ما ينتجه الدمشقيون من مأكلات وحلويات شامية عريقة فلنشاهد معا في هذا السوق له خصوصيته مقصد كل الناس اي حدا حتى اللي بيجي من بره سوريا لازم يجي لسوق الميدان يلي هو معترق في مطبخ مدينة دمشق وسوق الحلويات يلي بيتباهوا انه جاي انا على سوق الميدان بدي يتعشى اكلات تأشيس السجاءات المعادم الشعور مع الشغلات الطيبة باخد حلوياتي من الميدان ااخد هدايا للسفار كذا هاي الشغلات اعتطارونا الميدان مصنفة اكبر مطبخ بالعالم شوفت عينو موجود الحلو والمالح والحقمض واللفان وكل شي موجود يعني ايش بار العالم ده تشعر الميدان برمضان في تقوص بالميدان سبحان الله العين بتأكل قبل الطم يعني شوفت عينو كله بتشين 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 بتشري مش يهو تبحو يعني شي بيشرح القلب شي بيشرح القلب يعني بتمشي بتتفرج على هالدنيا كله حلوة تراس قديم هارا هون من وقت ما خلقت الميدان الشعب هيك تلاقي كله بيحب بعضه وبيبين بهجة رمضان بهجة العيد بهجة كل شي رس كله غالي شمو ولادو كله زكريات قديمة كله بوقت ما كنا هالقدم نجي عليه بناخده الراب بناخده شو بدنا محمد الخضر دمشق الميادين وبهذا التقرير نكون ومشاهدين الكرام قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت باللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والإسبانية أعكم على خير